فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال الراوي معاوية رضي الله عنه والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به هذه كلمة عظيمة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يقول إن أحق الناس أن يقوم بهذا الدين هم العرب لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ولأن القرآن نزل بلغتهم فهم المكلفون به أولا قبل غيرهم وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة والله جل وعلا يقول في هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ذكر يعني شرف تذكرون به ولقومك عن العرب الذين نزل بلغتهم أما الأعاجم فإنهم تبع للعرب الأعاجم تبع للعرب فإذا ظل العرب وفسد العرب فسدت بقية الأمم لأن الناس يقلدون هذه الأمة يقلدون العرب الذين منهم الرسول ونزل القرآن بلغتهم فهم يقلدونهم دائما وابدا فالمسؤولية على العرب لا شك أنها أغلض من المسؤولية على بقية الأمة لأن الله خصهم بأن جعل الرسول منهم والقرآن بلغتهم ترجمة نانسي قرآن بلغتهم